عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعده كما توصل مع مدير الأمن عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث استعرض محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد وكذلك بطولة كأس العالم لقرة اليد والتي تستضيفها مصر في ظل قرب بدء فعليتها وتأتي تلك الاحتفالات في ظل إجراءات وتدابير احترازية اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا حيث وجه الوزير بضرورة مرور الخدمات الأمنية على المنشآت السياحية والأماكن المعنية بالاحتفالات والمحال التجارية لتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية وقرارات الغلق في المواعيد المحددة وكذلك وسائل النقل الجماعي بمختلف أنواعها للتأكد من مدى التزام مستخدم تلك الوسائل بارتداء الكمامات الواقية وتابع الوزير مع القيادات الأمنية خطة انتشار القوات المكلفة بالتأمين ومدى استعابها للمهام المكلة إليها مع مراعاة الأبعاد الإنسانية عند تنفيذ تلك الخطط كما شدد على ضرورة اليقظة التامة للقوات المكلفة بتأمين دور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية وكذلك الأقوال الأمنية وقوات التدخل السريع التي تجوب كافة الطرق والمحاور الرئيسية لرصد الحالة الأمنية وبث الطمأنين في نفوس المواطنين وأكد على ضرورة تفعيل دور الارتكازات الأمنية ودعمها بما يواكب المستجدات الأمنية ويسوم في التعامل السريع مع كافة المواقف والطوارئ مع ضرورة وجود القيادات الإشرافية في الشارع مع قوات التأمين لتزليل كافة العقبات وأشهد الوزير بما يبزله رجال الشرطة من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية الخطط الأمنية لآمال وطموحات المواطنين نحو وطن آمن تتواصل فيه أعمال البناء والتنمية